والآن مع العنبريج الأشمار اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجيتار النهاردة هنتكلم عن موضوع الناس ممكن ما تظنوش مهم وما خطرش في بالناس كتيرة منهم أنا كنت في فترة ما ولكن الموضوع ده تخيل ممكن يكون مهم جدا وممكن يكلفك حاجة كبيرة جدا ان هي الجيتار حاجة غالية جدا اما بتبقى عندك عرض او performance او انت قدام ناس احساس تاني خالص طبعا الارتباك بيبقى سايد الرهبة اه ما فيش حد مننا استعراضي قوي يعني غاوي ان هو يطلع قدام الناس ويعمل يمكن حتى كمان من عوامل النجاح في العمل الفني اللي بيبقى قدام جمهور حي انك انت تحاول تقدم فن للفن وتنسى انك انت في مواجهة ناس مبرقين لك ومستنيينك تغلط او تصيب فده بيهديك شوية انك انت بتعمل الفن للفن وبتركز تماما في اللي انت بتعمل طيب وانت طالع على المسرح او انت بسرعة عايز تاخد جيتارك وتشيله زي ما حصل من اخينا دوت لو انت ما ربطش الجيتار كويس في الحزام بتاعه من الممكن يسقط منك الجيتار على المسرح تبقى مشكلة كبيرة جدا لو الجيتارك كسر طبعا انسى خالص انك انت تستعرض باي حاجة قدام الناس حتى كمان لو الجيتار طلع سليم انت نفسك هتبقى كده يعني واخد بالك فطبعا فيه ناس كتيرة حصل اطلع المشاكل ديت فاخترعوا اختراعات بتخلي الناس يعني تعفى من هذه المشكلة وتخلي الناس فعلا تعمل البرفورمس بتاعه هي متطمنة ان الجيتار مش هيقع فيه ناس تانية كمان وهي بتلبس الجيتار بتتحرك بيه مين وشمال كتير يعني ايدها بتتحرك مع الجيتار بالذات لما ينفعلوا مع موسيقاهم فمن الممكن الحزام بتاع الجيتار هو برا عن فتحة احنا نشوفها دلوقتي فتحة بتبقى داخلها في مصمار ملزوق داخل جوه الجيتار نفسه يعني متمصمر جوه الجيتار ففي اي لحظة ممكن الفتحة ديت لو واسعة شوية تنفلت من المصمار بتاع الجيتار ويسقط منك الجيتار في اسناء العرض دي مشكلة كمان مصيبة الحل بتاعها بسيط جدا قالك طبعا خلاص انا هركب الحزام ده بحيث الحزام ده ما يتفلتش الا بمزاجك انت ازاي يا استاذ اول اختراع اخترعوه الاختراع دوت عبارة عن سوستة في المصمار دوت بتتشد السوستة ديت فتتيح للحاجة اللي هي بتركب في الجزء دوت انها ترخي يعني اخي بالك يعني انت بتدخلها هنا بتدخل المصورة دي تدخل جوه التجويف دوت فمتخليش الجيتار ينزل خالص او يتحرك من مكانه فاللي بيحصل انك انت بتيجي بتركبها عبارة عن ايه بتركبها كده وتشدها وخلاص ويلزأ الجيتار مهما يحصل الجيتار ما تقدرش انك انت تفكه منها طيب التكلفة بتاعتها ايه دي دي مفيش خالص تكلفة انت بسيطة الا لو انت بقى هتجيب نوع مثلا غالي فبيبقى اللون بتاعه مذهب مثلا والبتاعه فضي اه بتبقى طبعا اه مناسبة للون الجيتار بتاعك لانا الكويلات بتاعت الجيتار بتاعتك لها لون جيتار نفسه ليه لون فبتختار لون مذهب لون فضي لون اسود زي ما انت عايز ليها بس عقبة واحدة انك انت المصمار ده انت محتاج انك انت تدخله في الجيتار يعني انت هتفك الاجزاء بتاعت الجيتار اللي هنشوفها دلوقتي وحتركب مكانها المصمار ده في الناحيتين اي بعد كده اي حزام انت هتركبه بتروح جايب بالصامولة ديت فاكك الصامولة ديت اهي وتروح مركب الجيتار في المكان دوت وتربط عليه الصامولة خلاص بيفضل الحزام لازق فيه الجزء دوت والجزء ده لازق في الجيتار وخلاص وبتشد دوت وتركب اه تنتهي العيوب بتاعتها اول عيب اللي احنا قلناه دوت انك انت هتضطر تخرم الجيتار بتاعك تاني عيب بتاعها انك انت الحزام هتبقى حزام واحد مش هينفع انك انت تيجي قبل الحفلة والطول انا هبقى الحزام هلبس الحزام البوني لأ مش هتنفع ديت لازم يبقى الحزام لانك انت هتسبت فيه المسألة دي بس هي مش صعب فكها يعني هي صامولة بتفك الصامولة ديت وبعدين تروح رابطها في الحزام بتاعك وخلاص وبعدين ديت متسبتها كده كده في الجيتار دي اللي مش هتخرج خالص من الجيتار هتفضل ثبتها في الجيتار خالص والتانية ديت اللي بتفكها وتركبها في اي حزام انت عايزوا الاتنين دول يتركبهم من الطرفين هنشوف دلوقتي الجيتار بتاعنا فين الحتة اللي انا بفكها دي ادي اولا فتحات الحزام شايف الفتحة بتاعت الحزام بتبقى برعا دايرة وحتة زي ما تقول شق صغير كده في الحزام الشق الصغير دوت بيتيح ان الحزام الفتحة دي تكبر وقت ما انت هتيجي اتدخل الحزام في الجيتار يعني هندخل الحزام في الجيتار دلوقتي ونشوف اهو بتكبر الفتحة وتروح مدخل فيها المصمار بتاع الجيتار دوت وخلاص هو ركب وخلص كده خلاص وتشال من الناحيتين الحزام ولكن زي ما احنا قلنا ممكن تنفعل ممكن تعمل الجيتار يجي غلط في الفتحة دي تفلت يقع على الجيتار منك وتبقى فضيحة طيب يا عم احمد تنامي ليه طيب اهو الحل زي ما احنا قلنا هنفك الاول الحتة دي انه بيشيل المصامير ديت بتاعت الجيتار اغبالك وبيركب مكانها المصمار دوت اللي احنا قلنا عليه دوت اللي هو المصمار اللي بيركب ده بيركب مكان دوت وبيركب مكان المصمار دوت وفي نفس الوقت بتيجة انت بقى بتركب الجزئين دول في الحزام بتاعك بتركب ده في الحزام بتاعك فبيركب في الحزام انك انت بتفكه السامولة اه يا معلش محتاجة شوية قوة تفك السامولة كده وتروح شايف شايف البتاع دي تروح مركب دوت هنا كانك ركبت الجيتار بالزبط اه تمام كده وتروح مدخل الحتة دي كده وبيجي بعدها السامولة تركب على الحزام من هنا وتقرط عليها بحيس انها ما تخرجش طيب عندي مشكلة تالتة كمان في الموضوع دوت انك انت زي ما احنا شايفين انت هتركبها وتبقى في مكان ما في الجيتار يعني انت عارف ان الحزام بتاع الجيتار بيبقى فيه مقاسات مختلفة ناس بتحبه عالي ناس بتحبه واطي ده بالنسبة لحزامات احزمة السبتة في احزمة بانها بتغير الحجم بتاع دي مفهاش مشكلة لان الفتحة بتبقى واحدة انما الاحزمة اللي بتبقى سبتة خالص مفهاش اي تغيير في طولها دي بتلاقي فيها ثلاث فتحات او فتحتين مثلا اللي عايز الجيتار عالي اللي عايز جيتار متوسط عايز جيتار واطي فده هتبقى مشكلة انك انت لما هتسبتها مش هتغيرها بقى اثناء الحفلة فلو لو هفتك الهفة كده انك انت بترفع الجيتار شوية او تنزله تحت شوية مش هتنفع الا لو جبت الحزام المتغير اللي هو بيبقى فيه كده بقدر شدها شوية اطول الحزام وارخيها شوية فأسر الحزام فينسبني ايه دي القصة يعني فدوت ام ناس كتيرة ما بتحبوش منهم انا لسبب انا هقولك ايه السبب دلوقتي زي ما احنا شايفين انا محتاج ان انا ام يعني اشيل جزء من الجيتار بتاعي اللي هو المصمار اللي كان راكب في الجيتار بتاعي واركب مكانه الجزء دوت ام انا ما بحبش بالذات في الجيتار الغالي اللي هو جاي من مصنعه كده العب فيه لان انا اشفك حاجة خشب لان انا ده خشب وده معدن فالخشب والمعدن بيبقوا مختلفين فالحجمة فما ينفعش بقى افضل كل شوية افك واعمل فيه الحتة اللي جوه دي هتتبري وحتبقى اه واسعة على الحزام وتعمل لي مشكلة اكبر كمان ان انا جسم الجيتار الخشب بتاع المصمار ده بقى اوسع على الجيتار فاحتاج المصمار ادخن شوية عشان يمسك في خشب الجيتار فهو طالما الخشب اتحفر على طريقة المصمارة ديت ودخل البريمة بتاعتها دخلت خدت مكانها خلاص ما بحبش افكها تاني وان انا اركبها كده طب وبعدين يا ابو حميد كده خلاص مش هينفع بقى انا نغير الحزام كده قالك لأ احنا ممكن نسيف الحزام بحاجة تانية وتخيل بقى الحل ده ارخص بكتير كمان اللي انتو شايفينهم دول عبارة عن حتتين بلاستيك كل واحدة هتلاقي فيها زي ما تقول كده ركبة فيها بلاستيكة بطريقة اللف كده فأبرومها كده تلاقي الفتحة دي توسع والفها كده تلاقي الفتحة دي فتلاقي كده وسعت مثلا وبعدين كده قفلها تديق ليه بقى دي عبارة عن دايرتين بلاستيك لازقين في بعض كده بركب واحدة هنا بعد ما بلبس الحزام يعني انا بلبس الحزام الاول وهي وسعة كده على مقس الجيتار بتاعي سانا نشوف اكبر اكبر وسعي ليها بتركب كده وبلفها بمجرد ما بلفها الفتحة بتديق لو الفتحة دا ات خلاص مستحيل تخرج تاني والحزام بيبقى وراها فبقفل على الحزام ما ما بتخرجش منه دي غاية ما خرجها يخرج اكبر آآ وسعي ليها فقدر اخرج البتاع فزي ما احنا شايفين الفتحة دا فتحة بتبقى في قمة الوسع بتاعها في مرحلة ما وقرص عليها كده فبتروح مغيرة الفتحتين دول يعني زي ما تقول هما فتحتين بيضاوياتين يتقابلوا مع بعض فعملوا وسع كبير ويما لفها تعمل وسع اصغر فتعمل وسع اصغر تبقى يدوبك قد المصمار مش قد الراس بتاعة المصمار فما تخرجش من الفتحة بتاعة الجيتار دي تمنها كم دي مفيش دي يعني تلات تعريفة فدي بتلات تعريفة اللي عايزي يركب دي طبعا في الحفلات بتبقى ممتازة في حاجة تانية برضو بقدر استعملها فيها لو انا هغير الجيتارين يعني انا ساعات بستعمل جيتار اكوستيك في بعض الاغاني وجيتار الكتريك في بعض الاغاني فانا باخد الاتنين معايا في الحفلة فطبعا لما بتيجي تعزف مع فرقة الوقت اللي بيبقى بين الفقرات او بين الاغاني بتاعتك المفروض ما يطلش لانك لو طال الناس هتعد تهرش كده واللي عايزي فين يعود يهرش والبتاع والناس تحس بالملل الجمهور يحس بالملل منك فمن عوامل انك انت تعمل حفلة كويسة النمر تبقى واره بعضية على طول تاك 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 يدوبك مسافة ثواني بين الاغنية والاغنية الناس تفصل بس من السلم بتاعها والمود بتاعها وتبدأ الاغنية جديدة وساعات بيبقى الاغاني لما بتبقى قريبة من بعضيها يكملوا في نفس المود لو انت عايز انك انت تطلع بالكيرف بتاع نفسية المشاهد نفسه يبقى تفضل على طول محافظ على حاجة معاينة او رتم معاينة او او سرعة معاينة فانت بتحاول انك انت تخلي الوقت ده الليل وتخش الاغنية واره بعضيها فلما بيبقى معك جيتارين جيتار اكوستيك وجيتار الالكتريك مسلا وتعطي بقى هتغير هتروح فاكك الحزام وهتركبه انت بتتكلم على تلاتين ثانية بين الغن وبين الغن والتانية وقت طويل جدا الفرق اللي معاك نفسها هتبرق لك فالافضل انك انت هتركب حزامين واحد في الجيتار الالكتريك واحد في الجيتار اكوستيك بس هتخلي الحزامين ركب فيهم الحتتين دول علشان نحافظ على الجيتار مهما شده وارفعه كده وروح لابسه على طول خلاص انتهت فاللي هيحصل ان انا هركب الحتتين دول في الجيتار في كل جيتار منهم وبعد كده لما يجي ارفع الجيتار بشيره على طول هو ركب فيه الحزام والبسه خلاص خلصت وباخد بقى لو انا هستعمل وايرلس او كابلة او اي حاجة او اخد الكابلة على طول ركبه في التاني او يكونوا ركبين جاهزين على طول كل واحد في الخانة بتاعته في الميكسر خلاص انتهت كده القصة بتاعتي وكان الموضوع سريع جدا فبيسهل لي عملي لو انا على المسرح هشروح شاي الجيتار ولابسه خلاص وبتاليه تعزف فعبقى سريع جدا في الاستجابة في ان انا ابدأ دي كانت حاجة بسيطة جدا لاكسيسوري مهمة جدا للجيتارستات بس الناس ما بتقودش بالها منها كتير الا الناس اللي بتنزل حفلاته بتاعرف قيمة انك انت تبقى سريع في انك انت تلبس الجيتار او تغير بين الجيتارات بتاعتك وكمان ما تسببش اي مشاكل ليك لو الجيتار وقع على الارض لا قدر الله واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة